جميعنا نعرف اغلب المشاهير ولكن من منا يتابع ابناء اولئك المشاهير ما لا تعرفه ان بعضا منهم يحظى بحياة اكثر اثارة من اسلافهم فمثلا ماذا تعرف عن عائلة الاب الروحي مارلون براندو الحقيقية برأيك هل ابنة ستالين بنفس صرامة والدها عسنا اليوم سنتعرف على بعض من اولئك الابناء مثيري الاهتمام دانيال رايلي كيو حفيدة الافيس بريسلي دانيال كيو ممثلة من مواليد 29 مايو 1989 وقد اشتهرت بظهورها في فيلم ماجيك مايك عام 2012 كما فازت بالجولدينغلاب عن دورها في مسلسل جيرلي فريند اكسبرينس عام 2016 ولكن الاهم من ذلك انها حفيدة ملك الروك اندرول الافيس بريسلي ولم تكن دانيال هي الوحيدة من امتهنت التمثيل من نسل بريسلي حيث سبقتها جدتها بريسيلا بريسلي وقامت بالعديد من الادوار السينمائية خصوصا ادوار الاغراء اونا تشابلين حفيدة تشارلي تشابلين النجم الكوميدي والمخرج الفذ تشارلي شابلين امتدت جيناته الى حفيدته اونا التي امتهنت التمثيل على نهج جدها ومن اهم ادوار اونا شخصية تاليسا ستارك في مسلسل لعبة العروش ولكن بدايتها كانت كراقصة بالي في اسبانيا وبعدها توجهت لدراسة الدراما والتمثيل في سكوتلندا حتى ظهرت مواهبها التمثيلية ربما يكون عدد ضحايا جوزيف ستالين اكثر من ضحايا اي دكتاتور اخر عرفه التاريخ ذلك القائد السوفيتي الشيوعي له حفيدة هي اولغا ايفانز وهي اليوم تدير محل تحفن في بورتلاند اوريغون هذا حقيقي حفيدة اكبر عدو للولايات المتحدة تدير اعمالا داخل الولايات المتحدة ومن حسن الحظ ان اولغا لم ترث جنونا وشر جدها بل انها من متبعي البوذية ورافضي العنف وحتى انها غيرت اسمها لاسم امريكي وهو كريز ايفانز اقتباسا من الممثل الامريكي كريز ايفانز لعنة ابناء براندو مارلون براندو هو واحد من اشهر الممثلين على مر التاريخ فمن منا لم يرى الاب الروحي ولكن بعض من نسل مارلون لم ينجح في تحقيق نفس نجاح جدهم بل وتورطوا في احداث مأساوية في عام 1970 ولدت شايان ابنة براندو وساط احداث مأساوية حيث عانت من قلة تواجد والدها بجانبها بسبب عمله وفي فترة مراهقتها بدأت ادمان المخدرات وفي عام 1989 تعرضت لحادث بسيارتها الجيب فتحطم فكها وتشوهت بعض المناطق في وجهها مما انهى حياتها المهنية كعارضة ازياء وفي عام 1990 اشتكت صديقها داج دروليت لاخيها كريستيان براندو وقالت انه يؤذيها جسديا مما دفعه لمشاجرة داج وانتهى الامر بانه قتله ضربا بالرصاص وزج به في السجن لسنوات بينما شايان انتحرت بعد ان ادعت ان والدها مارلون براندو متورط في قتل صديقها داج ولدت عام 1986 في باريس وهي ابنة الممثل الفرنسي الذي اعتبره الكثيرون الاكثر جاذبية واثارة في هوليوود وعلى الرغم من انها ورثت نفس الجاذبية التي لطالما ظهرت في صورها على مجلات شهيرة الا انها عانت في سنواتها الاولى واضطرت لاخفاء سر كبير لفترة طويلة بالوما بيكاسو ابنة بابلو بيكاسو مصممة الازياء الفرنسية والاسبانية الشهيرة بالوما بيكاسو والتي اشتهرت كذلك بمجموعة مجوهرات من تصميمها لشركة تيفاني الشهيرة هي ابنة بابلو بيكاسو الرسام الاشهر في القرن العشرين والذي اثرت اعماله ليس فقط على زملائه من الرسامين ولكن ايضا على المخرجين وصناع السينما والمسرح وقد رسمها والدها في العديد من اللوحات خصوصا وهي فتاة صغيرة مثل لوحة بالوما باللون البرتقالي وبالوما باللون الازرق وعلى نهج ابيها فهي مهووسة بالالوان توماس مارتين اينشتاين حفيد البرت اينشتاين بالطبع لا يحتاج البرت اينشتاين لتعريف ولكن حفيده توماس قد يحتاج لذلك توماس اينشتاين هو حفيد اينشتاين الذي صار على خطى جده ودخل مجال البحث العلمي وقام بانقاذ مئات الارواح كطبيب تخدير كان لاينشتاين ثلاثة اولاد توفي واحد منهم في طفولته وتبقى الاخوان هانز وادوارد ومن بين اطفال هانز وصل واحد منهم فقط لسن البلوغ وهو بيرنارد سيزار اينشتاين الذي عمل بالفيزياء كذلك ورزق بعدها بتوماس ولهذا فهناك احتمال كبير بوجود الجين العبقري الذي اعتقد الكثيرون ان البرت اينشتاين حظي به وربما يكون اورثه لنسله ماثيو فرويد حفيد سيغموند فرويد سيغموند فرويد من رواد عالم التحليل النفسي فقد اقتبس الطب النفسي الحديث العديد من نظرياته والبعض يعتقد بان مهارته في فهم الذات البشرية سببها جينات خاصة وجدت في حمضه النووي وهو ما جعل العديد من افراد نسله من ابناء واحفاد ينجح كذلك في حياتهم المهنية ماثيو هو حفيد سيغموند وابن الكاتب والسياسي كليمنت فرويد وقد نجح في عالم الاعمال في العديد من القطاعات مثل العلاقات العامة والتسويق والسياسة والتجارة والصحافة جان ماري لوري ابن ادولف هتلر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية قام اي شخص يرتبط اسمه باسم هتلر بتعديل اسمه على الفور وبالنسبة للمؤرخين فهم يقولون بان هتلر لم يكن لديه اي ابناء ولكن عامل بالسكة الحديد بفرنسا يدعى جان ماري لوري ادعى بانه الابن غير الشرعي لادولف هتلر حيث قال ان هتلر اقام علاقة غرامية مع والدته خلال الحرب العالمية الاولى ولكن العديد من المؤرخين كذبوا تلك الادعاءات اما البعض الذي صدق تلك الادعاءات فقد شعروا بالخوف لانهم يؤمنوا بان الشر الذي كان بداخل هتلر سببه بعض الجينات الموجودة بحمضه النووي لذا فهم متخوفون من ان يكون لهتلر نسل يحمل نفس تلك الجينات الشريرة ولكن بسبب عدم وجود اي اثر للحمض النووي لهتلر فلا يمكن اثبات صدق جان من عدمه توني كاسترو ابن فيدال كاسترو لا شك ان الرئيس الكوبية الاسبق فيدال كاسترو من اكثر الشخصيات المثيرة للجدل في القرن العشرين لسبب عدائه الشديد للولايات المتحدة ونشره للفكر الشيوعي في كوبا لذا من الغريب ان يكون حفيده من عشاق حياة الترف على عكس مبادئ الشيوعية التي ناضل لاجلها جده ظهر توني في العديد من الصور في اسبانيا وبنما وفي يخته الفاخر في وسط المحيط مما اثار غضب الشعب الكوبي لدرجة ان الكثيرين هناك ينصحونه بان يستمر في رحلته الفارهة تلك حول العالم وان لا يفكر بالعودة الى كوبا مرة ثانية خوفا من ان يتحول غضب الناس منه من مشاعر الى افعال